حتى الأمس القريب كان نجماً مسرحياً مرموقاً في سوريا وأستاذاً للمسرح لكنه اليوم نجم سينمائي عالمي دخل هوليوود على حصان صلاح الدين الفارس العربي الأكثر شهرة في العالم الغربي اختاره المخرج البريطاني السير ريدلي سكوت من بين عشرات الممثلين العرب القديرين ليلعب هذا الدور في فيلم بلغت كلفته ملايين الدولارات ويتوقع أن يحصد الأسكارات في هذا العام أجاد دوره وأدهش كل من رأى الفيلم برباطة جأشه وقدراته كممثل من طراز رفيع المستوى ولد لعائلة فقيرة في قرية في الساحل السوري تحمل اسماً آرامياً في جليت قطع دراسة الأدب العربي في جامعة دمشق ليلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بتأثير مباشر من ألمع رواد المسرح الجديد المخرج الراحل فواز الساجر ليتخرج من المعهد ويعود إليه أستاذاً بعد رحلة طلعية على خشبة المسرح ترك خلالها بصماته المؤثرة على جميع الأعمال التي قدمها وبعد دورات تدريبية في ألمانيا وفنلندا وهو يدرس فن التمثيل منذ عام 1991 لطلاب سيتحولون على الدوام إلى نجوم وأصدقاء يشاركونه التمثيل كان المسرح وما يزال العالم الأكثر جاذبية بل البيت الذي لا يطيق الخروج منه فهو منقطع له ممثلاً ومخرجاً وأستاذاً للمسرح في رصيده أعمال تشكل علامات فارقة في تاريخ المسرح السوري والعربي ويعتز بصورة خاصة بسكان الكهف مع فواز الساجر وأصدى للمخرج الفنان عبد المنعم العمايري والعنب الرقم 6 والاختصاب وجنون في الأستبل مع جواد الأسدي وهو العمل الذي نال عليه جائزة أحسن ممثل في مهرجان قرطاج المسرحي لم يظهر ضيفي في الدرامة التلفزيونية إلا مؤخراً وقد حضر بكثافة على الشاشة الصغيرة بعد إعراض مستمر عن الإشراك بالمسرح فعمل مع مخرجين كبار في طليعتهم هيثم حقي حاتم علي باسل الخطيب ومحمد عزيزية وشوق المجري وبدلاً من أن يفقد ضيفي جمهوره المسرحي رجع إلى المسرح ومعه جمهور جديد لحق به من التلفزيون إلى المسرح خصوصاً بعد مسلسل سيرة أهل الجلالي للمخرج هيثم حقي فقدم مسرحيته كسور ودبلوماسيون وأكاد الجمهور لتدافعه على المسرح أن يكسر شباكة تذاكر من بين الأعمال الدرامية التي يعتز بها ضيفي مسلسلات ذكريات الزمن القادم صلاح الدين الأيوبي سقر قريش ذيقار وأنشودة المطر المسلسل الأحب إلى قلبه لكونه يحاكي الذاكرة الأولى لضيفي ابن القرية الساحلية القادم إلى مدينة جيريمي آيرونز وأورلاندو بلوم وأدوارد نورتين مع مخرج جليدياتر حاصد الأسكارات ضيفي وضيفكم لهذه الأمسية نجم المسرح السوري وثاني ممثل عربي بعد عمر الشريف يقتحم قلعة هوليوود الفنان غسان مسعود يهلا فيك معنا أشكرك على هذا التقديم وأمل أن أستحق شكرا لك وشكرا لحضورك معنا شكرا غدرت القرية إلى دمشق تاركا وراءك والدا لم يرضى عن خيارك الفني ولم تره بعد ذلك فقد توفي ما الذي تقوله اليوم لروحه الراقدة كي أصحح تفصيلا أقول أنه هو ما كان غير راض تماما عن خياري لكنه كان غير راض عن التوقيت وهناك فرق ويبدو أن التوقيت جعله القدر توقيتا بالفعل غير مرضي لأنني لم أعد أراه بعد أن غدرت القرية غدرت أنا ومجموعة من أصدقائي لخيار آخر غير اللغة العربية قبل الفن نعم هو لم يرضى وزعل كثيرا عندما غدرت ووصلت إلى دمشق ما رأيته ثانية عشت فترة طويلة جدا لم أتحرر من هذه العقدة الذنب اللي لاحقتني دائما حتى فيما نماتي لكن أعتقد أعتقد عندما حاولت أن أنجح وهو كان يريد لي أن أنجح بأي حال عندما حاولت أن أنجح وإذا كان ما أفعله هو نجاح فأعتقد أنه قريب مني دائما وأنه يراني دائما وأنه بدأ يرضى إلى حد ما نعم تربيتك ناصرية لكن تأثرت بعد ذلك بأدبيات اليسار لكنك لم تنضم إلى حزب لماذا؟ صحية التربية نعم ناصرية وفعلا تأثرت وكنت صديقا قريبا جدا من أهل اليسار عموما ودائما لكن لم أنضم لحزب ببساطة شديدة لأنني أعتقد أن أي مفهوم أديولوجي أي أدلجة للمبدع هي تؤثره وتجعله يخدم فكرة ما بشكل جامد إلى حد ما وبتقديري أن المبدع حالة حرة منعتقة من التأطير فلا يجب على الإطلاق أن يكون الفنان منتميا إلى حزب إذن يكون أكثر حرية خارج الأحزاب أكثر حرية خارج الأحزاب لأنه خاطب الإنسان والإنسان ليس حزب واحد الإنسان هو صانع الأحزاب كلها نعم قلت في الصحافة المقرؤة أو عفوا المقرؤة المكتوبة ولم تفسر لو عانى جبل قاسيون معانيته لركع يريد تعطينا أمثلة من حياتك سأقول لك ببساطة شديدة أنه أنا غير نادم على معاناتي نتيجة خيار معين ذهبت إليه عندما تختارين أن تدافع عن مشروع ما في حياتك فلابد أن تدفع الثمن كويس فأنا اخترت أن أشتغل بهذه الطريقة بهذه الأخلاقية بهذه التي يسمونها عادة العصامية أنا لم يعني ما ألم النية بالعامية أوكي لأنه هذا خياري فكان من الطبيعي أن أخضع إلى مغريات يومية إغواءات يومية ضغوط يومية كي أن حرف عن مسار ما أعتقد أنه وفق المعايير الأخلاقية التي أؤمن فيها بالفن أعتقد أنه بيشكل للفنان حالة ضغط يومية مع المحيط مع محيطه الضيق والواسع فبالتالي لا بد نحن نعيش نحن بشر وخطاءون ولا بد لأي مننا أن يخطئ لجهة التنازل أو لجهة الخضوع لإغواء أو لإغراء معين أو لجهة تقديم خدمات ما قد تكون لمدير الشركة على سبيل المثال قد تكون لمسؤول ما قد تكون من أجل تحقيق مكاسب آنية لحظوية قد تريحك مادياً لكن باعتقادي تقلق روحك ولا تريحك بمعنى آخر ترتاحين في النهار ولن تنامي جيداً في الليل فآثرت أن أتحمل تلك الضغوطات التي اخترت أن أدافع عن مشروعي من خلال محاولة إبعاد كل ما هو مغري عن حياتي كي أخدم فني بشرف حسب قناعاتي كيف أخدم الفن نعم غسان مسعود الميال إلى العزلة منذ طفولة جداً الحزيل الضعيف ضعيف البنية يعني كل هذه المعطيات يمكن الفقر كل ظروف البيئة التي نشأت بها كانت يعني لا تتوقع لك أن تكون يوماً ما نجم هوليوود أو أن تدخل هذا الممكن نقول هذه القلعة نعم هل توقعت يوماً بأن تدخل قلت نعم لأني مش ممثل عاطل نعم وأؤكد مرة أخرى أنا ممثل عاطل وكنت أعرف لسبب ما كنت أعرف لا أعرف ما هو لكن كنت أعرف أنني أشتغل في اتجاه صحيح لا بد أن تأتي النتائج ولو متأخرة لكنها ستأتي نعم يمكن في سنواتك الأولى بالمعهد كنت تحس ببعض الخجل خجل الفلاح سميته جداً وكيف اخترت هذا المجال وكيف تصعد الخشبة فما بالك أمام نجوم هوليوود كيف وجدت هذا الجو تعودنا أن نفصل بين الخجل اليومي والخجل الاجتماعي المرتبط بحياتي الشخصية وبين فن الأداء في فن الأداء أنا إنسان آخر ولست غسان الذي يخجل في الطريق فبالتالي تعودت أن أفصل بين الخجل اليومي الاجتماعي وبين خجل الشخصية أو عدم خجلها كم تحررت من هذا الخجل اليوم؟ أتصور تحررت منه نهائياً لكن هو رافقني بالسنتين الأولى بالدراسة في المعهد المسرحي رافقني وكان يصحبه شيء من التوتر وكان ينعكس سلباً على أدائك طالب مع أستاذة نائلة الأطرش يعني بالسنة الثانية مثلاً وبدايات الثالثة نعم كنت أتوتر وكنت أخجل جداً وكانت أي ملاحظة من السيد نائلة كانت تربكني وكانت تعطي مفعول عكسي وليس مفعول إيجابي فكنت أقول لها شجعيني أفضل غسان مسعود وفيلم ملكوت السماء أو مملكة الجنة هناك من تسألك في أوروبا وأمريكا وربما قرأت في بعض عيون المشاهدين أيضاً العرب كيف خرج غسان مسعود من هو غسان مسعود الذي ظهر فجأة هل هذا السؤال أشعرك ببعض من المرارة أو الألم هو شوفي أحياناً أشعر بالمرارة متى عندما يتعامل خاصة النقاد العرب أو الصحفيين العرب أو الإعلام العربي بفضائياته كلها عندما يتعامل مع غسان على أنه الآن حصل شيء اسمه غسان مسعود ويمثل من أمريكا طيب هذا غير صحيح هذا شيء مؤلم جداً إذا كان المسرح لا يملك لغة الماركتينج كخصوصية كفن له خصوصيته إذا كنت أنا كسول إلى حد ما بالإعلام وبتسويق نفسي في الإعلام إذا كنت لا أسعى وراء الفضائح عبر المجلات والصحف وعلى أمم بها فهذا ليس ذنبي أنا أقول على الناس أن تقرأ وأن تتابع وخاصة أهل الإعلام وأهل الكتابة إذا كانوا يقرؤون ويتابعون فيعرفون جيداً جداً من هو غسان مسعود من عشرين عاماً وها أنت عرفتي منذ قليل أنا لا أعرف ما إلا كيفية كل هذه المعلومات طب عرفتي طيب مطلوب أيضاً من الزملاء كلهم أن يعرفون غسان مسعود ليس وليل اللحظة هذه محطة وهذه المحطة ما كانت لتكون لو لم يكن غسان مسعود حاضراً بقوة وبخصوصيته وردك كان على الإعلام الغربي أنني وصلت إلى هوليوود بعد رحلة عمرها 46 عاماً سنرجع إلى غسان مسعود ضيف حلقة الليلة بعد قليل في فيلم ملكوت السماء يبرز الحوار بين بطل الفيلم ابن النبيل الفرنسي الحداد لقنبه أورلاندو بلوم وحضرتك بصلاح يعني فكرة أن القدس لا شيء والقدس كل شيء يعني هل نفهم أن القدس لا تمثل فقط مركز للديانات بقدر ما تشكل ربما نقول منطقة لحوار الحضارات أو للسلام أو ليس بالضرورة أن تكون القدس جنة الله على الأرض فقد يكون مكان الفرد في بلده هو تلك الجنة الموعودة يعني ربما ما قلتيه يصح أن يطلق جميعه على القدس ويصح أن يكون بعض التفاصيل منه تصح وتفاصيل أخرى لا تصح بأي معنى؟ بمعنى أنه لا شيء إذا تعاملت معها على أنها قطعة أرض فالكون كأياب سينا كأي يابسة في الكون هي قطعة أرض وصغيرة جدا وهي كل شيء فيما لو أرجعناها لمعناها الثقافي والتاريخي والديني ومعناها في وجدان وضمير الناس السكان الأصليون لهذه الأرض فبالتالي هي كل شيء هنا فلابد إذن من حوار ما يفضي إلى النتائج لجهة التعايش السلمي بين أصحاب هذه الديانات وورثت هذا التاريخ إذن قلنا دائما أن العنف الذي يحدث الآن في القدس العنف لا أفوق له لا توجد آفاق أمام العنف الدم يأتي بالدم والعنف يأتي بالعنف بعنف أكثر إذن ما هو الحل؟ الحل هو في الحوار الحل هو في الحوار لأجل التعايش السلمي في أرض الله والقدس كما قلنا من أقرب الأماكن إلى السماء نعم في لقائك الأول بالمخرج البريطاني ريدلي سكوت تكلمت ما عن كل شيء عن شيكوف عن شيكسبير عن سعد الله والنوس ولكن لم تتكلم عن صلاح الدين صلاح الدين أبدا لا أعرف ما هو السبب لكن بقي السؤال الأخير في لقائنا كيف تعتقد صلاح الدين هل هو رجل دولة أم رجل حرب فقلت له رجل دولة وانتهى اللقاء ووقع عليك الاختيار تعتقد ليش برجع بقول مرة جديدة أو ثالثة أنا ممثل ما شبني شي ما أنا عاطل هو من طفولته كان صاحب بنية تميل إلى هذه البنية إلى حد ما وفي الوجه أيضا لنقول أن وجهي لنقول أن وجهي ينتمي للوجه العربي تقاسيم الحادة التي تنقل شيئا ما على مستوى المعنى على مستوى الفروسية على مستوى إلى حد ما الذكاء وأنا آسف أن أصف لكن أعتبري شخص آخر غسان مسعود يمكن ردلي سكوت أنه توقف عند هذه الملامح وعند هذه العين التي يفهم منها بأن وراءها وبأن صاحبها رجل لا بأس به ذكي لا بأس به وصلاح الدين كان رجلا عبقريا وداهيا نعم قرأت كثيرا عن صلاح الدين الأيوبي وقلت أدعي أنني قرأت الكثير عن هذه الشخصية هذه الشخصية الملتبسة المثيرة للجدل كم أحببت منها وكم كرهت فيها خليني كون موضوعي لأقول التالي شخصية صلاح الدين نعم كما وصفتها هي شخصية ملتبسة نعم هي شخصية مثيرة للجدل نعم هناك مؤرخون كانوا مع صلاح الدين مؤرخون ضد صلاح الدين مؤرخون على الحياد ومؤرخون أعداء وهم مؤرخوا الغرب علينا أن نجمع وأن نقرأ كل هذه الوجهات النظر ومن ثم علينا أن لا نصدق كل ما نقرأ أن لا نصدق كل ما نقرأ كي نستطيع أن نستقرأ أن نستنتج لأنه ليس بالضرورة أن يكتب لا ينبغي أن أصدق مؤرخ جلس في بلاد صلاح الدين هو يكتب في خدمته فلس يكتب كل إيجابيات سيدي هل تعتقد أنك اقتربت من شخصية صلاح الدين الأيوبي بموضوعية يعني بحياد بعيد عن غسان مسعود السوري العلوي الذي يحمل إرثا وتربية دينية ومرجعية معرفية معينة انظري أنا أعتقد نعم وأدعي نعم لجهتي أن صلاح الدين رجل دولة بامتياز رجل سياسي بارز قائد بارز أنا لم أتعاطى معه كشيخ أو كرجل دين أو كزعيم طائفة أو زعيم ديني تعاطيت معه من وجهه الآخر من وجهه الآخر الذي يقول أنه كان رجل دولة بامتياز رجل سياسة رجل الحوار رجل دبلوماسية رجل ماركتينج أيضا بعيدا عن ما ذكره تاريخ من لحقة الشيعة وتجزير الفاطميين والقتل لا أتصور أنه يخدمنا كثيرا لو قدمنا الجانب الآخر من شخصية صلاح الدين الغرب كيف لاحق ونكل بالشيعة أو كيف تعامل مع الفاطميين في القاهرة أتصور لا يخدمنا هذا الشيء لو تعاملنا معه وسوقناه للغرب بهذه الصورة دعينا نسوق للغرب الصورة الأخرى التي نحن بحاجتها الآن نعم بين الإعلام الغربي والعربي واجهت هجوما يعني لنبدأ بالهجوم العربي من الأستاذ المخرج مصطفى العقاد وقد رديت على هجومه وقد قلت أنه أذاك كثيرا ورديت فيه مؤخرا في حوار تلفزيوني بأنه عن تفسيرك لما يقوله أنه إذا كان عنده حلم يعني فيلم صلاح الدين الأيوبي لماذا لا يحقق فيلمه وهو منتج أفلام في هوليوود معروف ويملك يعني ويستطيعا ينتج لكن ما تفسيرك يعني لم نفهم قلت لا أفهم يعني بعد هذا السؤال طرحت سؤالا وما زلت لا أفهم يعني أنا قلت وأكرر عندما أحلم بمسرحية سأخرجها بأي طريقة ولو خسرت ماديا لأجلها لأنها لها علاقة بحلمي لها علاقة بخيار الابداعي لها علاقة بعلاقة مع الناس وصدقي وانتمائي للناس ومن ثم كيف يصدقونني أم لا لها علاقة باحترام الناس حتى ماشي فينبغي أن أدافع عن هذا الخيار ولو خسرت لأجله فأنا مرة أخرى أتساءل لماذا لا يخرج ولماذا لا ينتج صلاح الدين هو وأنا أشك أنه لا يملك الميزانية مرة أخرى أشك بين أيضا الإعلام الغربي يعني يمكن ما صرحه البروفيسور جوناثن سميث بجامعة كاميرج أنه فيلم تافة وخطير جدا ويعني يظهر العرب يعني أنهما متحضرين أمام البرابرة والصليبيين هل كنت ترد على هذه بالتأكيد ما كنت معني بأن أرد عليه لأن حتى أبناء جلدته السرد لسكوت والذين لهم علاقة بالفيلم ما كانوا كثيرا معنيين بالرد عليه شوفي هناك أصوليون في كل مكان من طرفهم ومن طرفنا وهناك من يريد أن يغطي الحقائق بغربال فهي لن تغطى ولن تخفى وبالتالي أنا لا أنصح إلا بقراءة التاريخ بعينين وليس بعين واحدة عليهم أن يقرأ الحمد لله نحن نعيش زمن أمريكا ترى العالم كله بعين واحدة بالعين الإسرائيلية فنحن لسنا بحاجة أيضا لمؤرخ ليقرأ التاريخ بعين واحدة فليقرأ التاريخ بعينين قيل أيضا بأن الفيلم هو منصف للعرب أيضا يعني صحح صورة العرب صورة العرب يعني بعيدا عن صورة التي يعني غالبا ما يظهر في هوليوود صورة الغارق في الملذات صورة الإرهابي صورة المتطرف أظهر العربي بشيء من النبل والفروسية وخاصة في المشهد الذي حمل الصليب صحي نعم صحي يعني هو شوفي أنا قلت أيضا أنه قد لا يكون في وارد صانعوا الفيلم قد لا يكون في وارد أن ينصفه أو لا ينصف العرب لكن هناك مخرج وهو ردلي سكوت سار وتشغله فكرة الفروسية من تشغله فكرة الفروسية يشتغل لأجل أن يبرزها بشكل ما في زمن باتت الفروسية وأخلاق الفروسية يعني عزيزة جدا هل تعتقد كون المخرج بريطاني أيضا هذا ساهم له هذا ساهم أيضا في كيفية تقديم صلاح الدين صلاح الدين يعني ما يعنيه في الذاكرة الشعبية البريطانية والتاريخية والفرنسية أيضا ولذلك هو خدم فيلما قدم فيه نموذج الفارس من قبلنا ونموذج الفارس من قبلهم واشتغل على مفهوم القيمة على مفهوم النبل عند الفارسين حتى لو كان أعداء هذا مهم جدا قد لا يكون في وارد أن ينصف أحد لا العرب ولا الصليبيين طيب لكنه اشتغل شيء له علاقة بأحلامه كيف وجدت الممثلين في هوليوود في أول لقاء؟ علموني سأوضيف ماذا علموني أيضا يعني وجدتهم أناس متواضعين جدا أحرار جدا ينبغي أن نتعلم منهم التواضع نحن ينقصنا كثير من التواضع تذكر لنا موقف من تلك المواقف؟ يعني الطريقة التي تعرفنا فيها على بعض أنا وإدوارد نورتون هذا الموثل العبقري نعم يعني أنا كنت أحضر نفسي ثلاث أيام كي أتعرف عليه هذا القامة الأدائية الهوليوودية الكبيرة فوجئت فيه بالباسكام أو بالسات طلعنا من باسكام لسات من الموقع من مكان لتريلر طبعينا طلعنا لسات للكيشن للموقع التصوير ففوجئت بشاب رأاني جالس على الكرسي فاقترب مني وهو بادر في التعرف عليه وقال لي أريد أن أتعرف عليه غسان أنا أدوارد نورتون فأدهشني فعلا كنت أعتقد أنه سأكون أمام شخص يعني مثل بيقول بالدرج بيعمل بوزات ومتعالي ومن هذا المشرقي الذي يأتي إلى فيلم ليمثل أمامي وجدت أن كل هذه الصور لا وجود لها عنده وأنه رجل بسيط للغاية ورجل جميل ومتواضع فنان بكل معنى ومغامر أيضا يعني قام بدور الملك المجذوم وراء قناع وراء قناع لكنه لأنه مثل استثنائي بتقديري أدى أداء متميزا حتى وراء القناع صورت الفيلم في المغرب وإسبانيا هو الفيلم أخذ منه مشاهد في إيطاليا أخذ في بريطانيا أخذ الكمية الكبرى أخذناها في إسبانيا وفي المغرب هل تعتقد أن الملابس كانت مقنعة؟ هناك من رأى أن الملابس ملابس الناس خاصة نعم أنها كانت أقرب إلى الملابس المغربية ولا تحمل سيمة شامية أو دمشقية لنقول لا أظن لا أظن لسبب بسيط لأنه كان بهمنا نحن بالملابس وسيدة سيدة جانتي سيدة عملت بحث هائل كي تخرج بمصداقية حول كيفية تناول الملابس وتصميمها أعتقد أن العصر العباسي تميز باللون الأسود وبالرايات السود وبالعمة السوداء وأعتقد هذا المزاج كان حاضرا بقوة في لباس المجامع وفي لباس الشخصيات الرئيسية لا أنا أدعي أن الملابس كانت جيدة نعم الصعوبات التي واجهتها في تصوير الفيلم سنرجع إلى هذا المحور بعد قليل مع الفنانة الكبير غسان مسعود مسلسلة للرماد صلى الله أخذناك للدراما نرجع إلى الفيلم الصعوبات التي واجهتك قلت أنها بدأت من اللغة إلى المطبخ صحيح بس أعتقد أن عندك مشكلة في المطبخ بكل مكان آه والله مشكلة كبيرة هو تشوفي عمليا أنت عم تنتقلي لثقافة أخرى مختلفة كل الاختلاف عن ثقافتك كل شيء حتى ليس فقط اللغة وليس فقط طبيعة الطعام المطبخ لأن ضروري جدا في ثقافة الناس هناك أيضا السلوك الاجتماعي حتى أنت تدخلين إلى جو لا تعرفين ما هو السلوك الاجتماعي ما هو الجسد اللي ممكن تسويه حتى يكون مقبول بعين آخر صحيح قد تقومين بإشارات ما قد تبدو في عين الآخر نشاز صح فكان علي أن أراقب جيدا ورقبت جيدا كيف يتعاملون مع بعضهم البعض كيف يتعامل الممثل النجم الهوليودي مثلا مع من حوله كيف يتعامل المخرج مع الناس مع الكروت تبعه كيف يتعامل التقنيين كيف كيف فكانت أعيني عشرة لعشرة لحتى أفهم كيف يتعامل معهم لحتى أفوت معهم بالجو فكان في صعوبة حقيقة صعوبة جدا يعني أتعبتني في البداية في الأسبوع الأول أتعبتني منيح بس بعدين فت بالجو هل تعتقد لو مثلت الدور باللغة العربية كان أكثر توهجان أكثر اتقادا وترجم يعني ما خطر لي ما خطر لي لسبب بسيط لأنه حتى أمثل هذا الدور العربية عليها أن يكون في تجربة لها معنى عربي في تجربة بمناخ عربي لكن ما معنى أن أمثل دور في اللغة العربية ضمن مناخ كله كما قلنا قبل قليل ثقافيا مختلف عن ثقافتي ما معنى على العكس قد أكون أصبت بإرباك من يعلم وصفت المخرج ريدلي سكوتس بالعبقري والعظيم ويبدو أنك معجب به كثيرا جدا جدا ما أين تكمن عبقريته؟ يعني هو رجل يسعى للمختلف يسعى ليقدم المختلف من يعرف في تقنيات السينما ومن راقب أعماله السابقة وخاصة آخر عمل غلادياتور سيلحظ أنه في هذا الفيلم قدم اقتراحات مختلفة حتى عن غلادياتور لجهة المونتاج لجهة الشغل على الكادر الشغل على كيفية تظهير الصورة من صورة إلى آخره أنا بتقديري أنه فعلا هو مخرج في هذا العمر يخوض التجريب وفي هذا العمر نادي لما نجد مخرج سواء في السينما أو في المسرح معني بالتجريب عندنا في المنطقة هون منقول أن يوسف شاهين كمخرج مهم وكبير معني بهالقضية هذه التجريب أعتقد أن رادلي سكوتس في الغرب هو معني في هذه القصة أين شاهدت العرض الأول للفيلم؟ في لندن في لندن دعينا للافتتاح بلندن وحضر كنت قلق جدا كيف كان شعورك يعني؟ في البداية قبل العرض قبل العرض طبعا طلب إلي أن أتحدث لوسائل الإعلامة التلفزة والصحافة وكذا كنت أقول دائما لن أعلق حتى أرى الفيلم لأنه كان هناك بعض القلق من أن يكون حصل شيء في المونتاج قد لا ينسجب مع ما تفق عليه مع المخرج وبالتالي قد أتحمل مسؤولية ما السبب فيها ليس أنا لكن صناعة السينما والمونتاج نعم في دخيلة نفسك وأنت تشاهد الفيلم لأول مرة هل كنت تقول شيء معين لنفسك؟ يعني كنت أقول مع أواخر فيلم كنت أقول عبرت والنتائج جاءت كما هو متوقع وقد يكون أفضل هذا الدور وضعك في فئة من الممثلين قد نقول يعني في مستوى رفيع ربما يعني يمكن الفيلم مثل ما ذكرنا في المقدمة أنت لك تاريخ وباع طويل بالمسرح وأيضا بالدراما لكن الفيلم أيضا وضعك في خانة أيضا مختلفة يعني فيها شروط ممكن نقول استثنائية اليوم صح؟ هل تحس بأن خياراتك سوف تكون يعني أصعب يعني الانتقائي طول عمرك أنت انتقائي هل ستكون انتقائي أكثر شروط قاسية ربما؟ بتقديري بتقديري نعم نعم لأنه شوفي قدمنا الآن صلاح الدين هل يصح أن أقدم بعد قليل دور بائس في عمل متواضع لأجل أن أقبض فلوس؟ أشك أشك يعني أنا فعلا سأحاول إن شاء الله أن أكون انتقائيا وأتمنى أن طرد علي تجارب نوعية يعني باختصار أتمنى يبدو أن لديك معايير صارمة بتقديري والدليل أنك رفضت فيلم مؤخرا سريانا نعم لأن شكيت يعني مجرد شك أن الفيلم قد يسيء لبلدي يعني الاسم متطابق وحكاية الفيلم إلى حد ما متطابقة مع وضع ما تعيشه بلدي الآن فشكيت أنه ممكن يؤذي فلا وذكرت بأنك لن تمثل مشاهد حميمة أو حارة أو ساخنة بينك وبين أي ممثلة أكيد لا لماذا؟ هناك مستوى معين تصل فيه لعلاقة مع الأنثى بالسينما قد أذهب إليها لكن هناك مستوى آخر وله علاقة بمشاهد الساخنة لنقول لا أعرف رغم أنك لست متدينة أو محافظة شوفي فتش جواتي بجوزة لا أني متدين لكن بطريقتك بطريقتك لكن حقيقة لن أفعل ذلك لنقول أنه أنا بنيت أسرة بشكل خاص جدا ومختلف بنيت أسرة بشكل خاص يعني هذا الجسد في سرانيتي ربما مضرب مضروب الإخلاص لزوجة أو لامرأة نذرت نفسها آمل آمل لذلك لأنه زوجتي حقيقة قدمت أحيانا فوق ما تستطيع أن تقدمه زوجة لزوجها فسيكون الرد بالمثل أم سدير أم سدير الإبن سدير والبنت لوتوس لوتوس أتبع سدير بمعنى سدير بمعنى أدراج الجنة وله معنى آخر هو الوادي المليء بالنخيل والمياه سدير نعم أدراج الجنة ربما كنت تستشرف مملكة الجنة في اسمها ممكن جدا واللوتوس معروفة يعني زهنة لوتوس معروفة ما رأيهم في الفيلم؟ أحبوه أحبوه نقاد أيضا نقاد صعبين جدا وخطيرين جدا حقيقة لأنه إذا كان لوتوس عمره عشر سنين صارت شايفي شي خمسين مسرحي له لم أعرف أديش شايفت دراما عام وبعد جهد جهيد وبعد أن مررنا بكل ما يمتحن فيه الإنسان عادة في حياته الدنيا إلى حد ما طبعا لا إله إلا الله لكن ممتحن بشكل يعني غير قليل كي نصل إلى انتزاع هذه الفرصة لن تأتني انتزعتها وأنا قلت أن إذا كانت هوليوود هي جاءت لديمشق فعليها أن تأتي مرة أخرى لن أذهب إليها لكن عندما تأتي سأكون بالمرصاد لا يوجد حز حلمت وأنت صغير واستشرفت في حلم بأن هناك حالة روحانية معينة يعني ما كنت حقيقة ما كنت أحب أن أذكر هذه الحادثة لكن تعرفين صديق ما أستاذ زاهي ذكرها ما كنت أحب أن أذكرها حلمت بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم حلمت بالنبي وبعد ثلاثين عاما حلمت بالسلبان ورموز مسيحية وبعد ثلاثين عاما حلمت برموز مسيحية لها قيمتها العليا في الدين المسيحي نعم هناك إشارات إذا كان لنا أن نذهب في القصة بعيدا فنقول نعم أن هناك إشارات كنت أعول على أن هذه الإشارات لا تأتني لأنني عاطل هل تؤمن بإشارات الأحلام كثيرا؟ لا ليس كثيرا لكن هناك إشارات مفصلية قد تأتي قد يكون لها معنى قد يكون لها معنى الواضح أن رسالة فيلم مملكة السماء لا تنسجم ربما مع ما يحدث في أمريكا لنقل أو على الأقل مع تفكير الصقور هناك مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية وصف الفيلم بأنه متوازن وهادأ في تعامله مع الحروب الصلبية هل اطلعت على الآراء الأمريكية وانطباع الشارع الأمريكي؟ نعم متابع لذلك؟ نعم كان يصدني بشكل دائم عبر السيدة بلما سرخير السيدة نشوار رويني طبعا كان يصدني بشكل دائم عبرها كل ما يكتب في الغرب وكل تعليقات الغرب من نقاد ومن جمهور إلى آخره طبعا كان يصدني بشكل دائم هل ستكون الإعلامية نشوار رويني هي الإجنت الخاص بك أيضا مستقبلا؟ أتمنى أن تقبل على كل حال هناك اتفاق بيني بين السيدة نشوار أكثر من أربع سنوات نعم المسرح أولا ليه؟ المسرح أولا وأنت رقم واحد ذكرت أنا رقم واحد في المسرح يعني أجد نفسي في المسرح بمساحة الحرية أما التلفزيون فهو فن تابع نعم والسينما كيف تصف السينما؟ لا السينما لا أستطيع أن أقول أنها فن تابع كما التلفزيون التلفزيون تعرفين أنه فن مولد فن مولد من فنين السينما والمسرح نعم وبالتالي يحتاج إلى مخرجين أذكياء جدا كي يصنعوا منه فن وأحيانا كثيرا ليس فيه فن لكن هناك مخرجين أذكياء جدا دأبوا على أن يجعلوا منه فن وهو الأسماء معروفة من هي بسوريا بالنسبة لي بالنسبة لي في هيسام حقي في حاتم علي في صديق العزيز باسل الخطيب في شوق الماجري في محمى عزيزية في أسماء في نجد الأنزور طبعا قدم خدمات جلة لهذا الفن استطاعوا أن يصنعوا فن في التلفزيون من لا فن صنعوا فن لكن في المسرح لا المسرح فن قائم وفن يوزع فنا على الفنون وبالتالي هو الأب هل تعتقد أنك لم تجد لحد الآن فرصتك الحقيقية بيئة التلفزيون؟ يعني لم يقدمك التلفزيون؟ لا يا ستي لا تشغل لي لا وكما قلت وأوعيد القول مرة أخرى في التلفزيون هناك معايير غير مستعدة لأتعطى معها في التلفزيون هناك شركات لها أبناؤها الذين يخدمونها قبل أن تخدمهم وأنا لن أخدمها قبل أن تخدمني فلتخدمني أولا لأنني فنان ماني سيء ومن ثم نحكي إذا كان هناك حاجة لأن أخدمها أو لا نعم فواز الساجر أحد رموز المسرح وأيضا المخرج الكبير جواد الأسدي قلت أنهما تجذر أو ارتبطا يعني بشكل جذري بتجربتك المسرحية هل اليوم ممكن تقدم شيء لنقل مع خط جواد الأسدي هذا الاستنفار الجسدي خط جواد يحتاج لدراسة وحكينا كثيرا أنا وجواده متفقين على أننا ينبغي أن نبدأ مرحلة جديدة تجاوزا لهذا أتصور لأن الإنسان يعيش كي ينتقل إلى الأمام فنحن متفقان إذن على أنه ينبغي أن نبدأ مرحلة جديدة في المسرح وخطابا جديدا في المسرح فواز مضى في مرحلة ما قبل فواز كانت مرحلة الدراسة مع السيدة نائلة كما قلت الآن هناك لنقول أن هناك مرحلة جديدة بالنسبة لي أنا هي العودة إلى الشباب هذه مرحلة في عمري اشتغلت عليها وأعطيت متائج ساحرة فيها مع صديقي الفنان الأستاذ عبد المنعم عمالي نعم وأنا أعتز بتجربتي معه وأعتقد أنه عبد المنعم في جيله لا بد أنه منارة نعم فأنا ليس فقط عبد سأعطي سأمد يدي لكل جيل الشباب الذين أجد عندهم موهبة ووعيا جيدا كي نقدم ما هو جديد نعم رغم ما يعرف عنك أنك مخرج ديكتاتوري يعني ديكتاتوري على الخشبة مع الممثلين كيف تحولت من أستاذ للفنان عبد المنعم العميري إلى ممثل معه في الصدى مسرحية حققت حضور وإقبال حققت نجاحات هائلة يبدو أنه هو كريزمتك حتى استطاع أن يقنعني مباشرة بأن أمثل معه نعم وتحت يده هذا طبيعي شوفي هذا طبيعي نحن نشتغل في مهنة لا بد للأستاذ أن يواجه التلميذ في يوم ما لا بد ولكن كم يكون رائع أن تواجه تلميذا موهوبا معرفيا قلق يعني عبد أستطيع أن أطلق عليه شطر المتنبي على قلق كأن الريحة تحته هو فعلا هيك عبد قلق جميل ليكون أضافره نوجه لتحية للفنان عبد المنعم العميري وأيضا الفنانة للنجم الرائعة زوجة أمل عرفة أيضا أحبتنا وكان ضيوف عندنا بالبرنامج إن شاء الله يا رب بالسلام يا أمل سنرجع إلى المسرح بعد قليل نلتقي مع غسال مسعود إلا شافة بنت أنا آسف يمكن شوي نبعد شوي عن المسرح شوي مدام جات صورة المرأة والبنت وكذا المرأة في حياتك يعني لاحظنا أنك تنتمي أكثر إلى والدك في حواراتك يعني لم نسمع شيء عن الوالدة لا نشوفي طبيعة المجتمع الفلاحي عادة دور المرأة يتراجع كثيرا لصالح دور الأب فهو مجتمع الذكوري بامتياز فمن الطبيعة أن الوالدة بهذا المعنى الوالدة تتجه باتجاه الأنثى في البيت وليس باتجاه ولدها الذكر لأنها تعرف أن هذا الرجل محمي تحصيل حاصل الولد فلا بد أن تحمي ما يمكن أن نطلق عليه عادة خطأ ضلع قاصر وهو الفتاة وهذا حقها فكانت والدتي حقيقة البنات ينتمون إليها أكثر من الصبيان ونحن ننتمي إلى الوالد هذا أمر طبيعي لكن لا يعني ذلك أن والدتي هي عيوني طبعا لا يعني ذلك أن هذا يقلل من حضورها ومن قيمتها بالنسبة لي وربما تعلقت بأختك كما ذكرت مفيدة أم طلال أم طلال بعتبر أمي الثاني هي بحمص مقيمة فأعتبر تخاف علي كثير وقلت أن المرأة في حياتك وزوجتك تحديدا قامت بكل أدوار المرأة لا شك كيف تقوم المرأة بكل الأدوار يعني شوفي أنا بطبعي كسول وهذه قد تكون سلبية غير موجودة عند غيري لكن استطاعت سعاد زوجتي حقيقة استطاعت أن تحميني من كل شيء أن تحميني أن تحمي خياراتي أن تتحمل نزقي وعصبيتي أن تعتني بشؤوني الصغيرة والكبيرة يعني لنقول أنها هي كل شيء أنا لا أعرف أي شيء لا أعرف أي شيء هي تعرف كل شيء فيما يخصني أنا أعرف فقط كيف أمثل وكيف أخرج أو أدرس بس تروح البروفات وبالتالي يعني هي عالم كامل يحيط فيني لأجل غسان فتخيلي كيف يمكن أن تكون علاقة فيها لا أعرف لا أعرف نرجع للمسرح قلت لك رأي خاص في المسرح قدم مسرحية تجذب إليها كل الناس ولا تتنازل قيد أنملة عن شرطك الفني أبداً هذه المعادلة صعبة غسان جداً وهذا تحدي كبير أمام المخرجين وأنا كنت أقول دائماً عندما نحكي عن أزمة المسرح فكنت أقول ابحثوا في داخلكم عن أزمة المسرح لا تبحثوا عنها في الشارع ولا حتى في المؤسسة الرسمية نعم المؤسسة الرسمية لها دورها في أزمة المسرح وفي تكريس أزمة المسرح لن أحكي عنها الآن لا نملك متسع من الوقت لكن أقول أنه المبدع أولاً وأخيراً هو الذي يجد حلاً لهذه المعضلة عنده وليس عند الآخر فبالتالي البحث ألا يتوقف البحث أن يكون هناك مرجعيات علمية دقيقة جداً لكيفية صناعة العرض المسرحي احترام النوع المسرحي عندما نحترم كل هذه المسائل والبحث في فن الأداء وفن التمسيل وفي فن تركيب المشهد المسرحي باعتقاد الشخصي أننا سنصل إلى المتلقي بيسر ولا نتنازل أبداً عن خياراتنا الإبداعية أما أن أفهم أن الذهاب إلى الجمهور لأخدم ذوقه العاطل أساساً بفعل ما يتعرض له هذا الذوق من تحطيم يومي عبر وسائل اتصال التي قدمت كل ما هو غث قبل أن تقدم الثمين هذه حجة لمخرج وممثل لا يملكان ناصية الموهبة لديك تصور مثالي نوعاً ما وضعت الفن في ممكن نقول خانة القيم العليا الخير المشهد الفني الحالي كيف تجدنا مربك جداً ومع بالغ الأسف يكرس عند المجتمع حالة من اللا احترام وهذه مشكلة نعم نعم المجتمع لم يتعود كثيراً على احترام الفنان أو شغل الفنان لأنه يعتبره من العالم السفلي وليس من العالم العلوي تحصيل حاصل لا نريد أن ندخل في التفاصيل أنا أقول لا العكس يكاد يكون الفن يكاد يلتقي مع الدين في مرحلة مراحله العليا للجهة أن الفن لا يقوم إلا على المعايير الأخلاقية تصوري لا يقوم الفن ولا يزدهر إلا على معايير أخلاقية عليا فما هذه المفارقة كيف أنا أشتغل عكس هذه المعايير الأخلاقية وهذا للأسف يحدث كثيراً في الوسط الفن نعم الجديد عند غسان مسعود أعمالك القادمة هناك عمل مسرحي قادم لن أذكر اسمه وسأشتغل عليه بصمت قليلاً لماذا لا تذكر اسمه؟ لا لأنه لن أطلع له اسم له وهناك بعض الأعمال التلفزيونية نقرأ شيء ننفذ شيء لكن الآن أنفذ مع صديقنا عبد والأستاذ محمد عزيزي فنان عبد فهد نعم والأستاذ محمد عزيزي بمسلسل اسمه الظهر بيبرس ونفذت مع الأنسة رشا شربجي عمل تصور يطلع جميل وإن شاء الله فيه آخر أيام اليمامة أشواكنا؟ لا آخر أيام اليمامة مع المركز العربي مع صديقنا طلال العواملة نعم هذا من زمان نفذناه صرحت مؤخرا بأنك تتمنى أن تجسد شخصية عالمية هي نهره جواهرها نهره نعم وشخصية عربية هي المغفور له الشيخ زايد رحمة الله عليه أخشى أن قلت ذلك الآن أن يبدو نفاقا لن أقول الشيء لا أنت قلت في محطة عربية وليست الآن إذا قلنا ذلك يا سيدتي ما أكثر الذين يقولون آه إنه ينافق لا يا سيدتي لن أقول لكن سواء قلنا أو لم نقل فإن الشيخ زايد رحمة الله عليه شخصية استثنائية عبرت في هذا الزمن العربي الصعب جدا شخصية استثنائية وفريدة من نوعها ولا بد أنها استقطبت وحظيت باحترام من يعرفه ومن لا يعرفه نتيجة يده الخضراء التي امتدت إلى كل بقاع العالم العربي والإسلامي أيضا أكيد رأيت لك صورة وأنت تعزف على العود هل هي هواية؟ يعني هي هواية ومن جهة أخرى أنا أفترض أن الممثل عليه أن يعرف الموسيقى جيدا كي يسمع لأننا عندما نمثل لا بد أن نفهم في درجات الصوت في نغمات الصوت في مقامات الصوت كي نعرف كيف نرسل صوتيا وكيف نجيب فالموسيقى ضرورة للممثل كي يفهم الإيقاع وكي يفهم النغمة كي لا يعطي ذات النغمة التي يصدرها الممثل الذي أمامه على خشبة مسرح فيحصل نوع من المونتون فيحصل نوع من الأذى الإيقاعي في إذن المتلقي على مستوى النظام السامعي جميل وتغني أيضا؟ لا شو أغني يعني أؤدي بما أحيان أعجب نفسي أحيانا لكن بالضرورة لا أعجب أحد بعيدا عن الدراما والمسرح وربما نقول عن قراءاتك في الإسلام السياسي في الفترة الأخيرة ماذا تقرأ أيضا؟ أو حاليا؟ أنا أهتم للشعر كثيرا أقرأ الشعر أقرأ طبعا الرواي لنقول أقرأ المذكرات السياسيين الكبار والقادة الكبار عبر التاريخ أقرأها بشكل دائم طبعا زائد التاريخ الإسلام السياسي المسرح لن أحكي عنه في هذا التحصيل حاصل طبعا أقرأ المسرح سيدي نحن شكرين لك حضورك معنا بالاستوديو ولو يمكن الاستضافة جاءت متأخرة لكن هي كانت موجودة على الجدول يعني أن غسان مسعود أكبر من فيلم ملكوت السماء أو حضوره في هذا الفيلم ننحني لهذا التاريخ أيضا بالمسرح ونضالك أيضا في ممكن نقول مشوارك المسرحي وأيضا تتلمذ على يدك كبار النجوم اللي نشوفهم اليوم بالدرامة التلفزيونية شكرا لحضورك معنا أنا أود أن أشكرك شكرا جزيلا وأود أن أشكر تلفزيون دبي على هذه الاستضافة المميزة شكرا كثير شكرا لك وشكرا لمشاهدي تلفزيون دبي في كل مكان نستضيف في الأسبوع القادم نجم قناة المستقبل الذي يطرح قضايا ويلامس إشكالات في المجتمع اللبناني والعربي مشكلات الشباب هو زافين قيمجيان تابعونا في الأسبوع القادم نلتقي مع فروي الحبيب شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة